الجوزاء المشتري في بيت الاسرة كان في 2016 اقصد يعني هو طلع خلاص من المكان ده بس بشرح لك هو كان بيعمل ايه ودخل يعمل ايه كان موجود عندك في بيت الاسرة بيربع زحل وزحل كان في بيت الجواز او الشراكة وزحل كمان بيربع نبتن يعني انت كان عندك تلات اتجاهات كل كوكب في مكان واحد في بيت الاسرة بيشدك ناحيته والتاني في بيت الجواز بيشدك ناحيته الاسرة اللي هي الولدة والقرايب والاخوات وبيت العيلة والجواز الزوجة والاولاد او الشريك المادي لو مشارك حد والتالت عايز ياخدك في الحياة العملية في اتجاه التالت بس المشكلة انه نبتن واخدك في الحياة العملية بشعرية وبعاطفة وبخيال وبيدخلك في مناطق مش محسوبا فكل الكوكب عايز يشدك اتجاهه وكل واحد ليه طبيعه كل واحد ليه اتجاه لكن الجميل اللي حصل ان المشتري دخل من اكتوبر اللي فات 2016 دخل عندك في البيت الخامس البيت الخامس ده بيت العاطفة والابداع والاستمتاع والرياضة والحب هيدليك وهيوسع لك حظ في الرياضة مثلا الفنون الحب هتكون مبدع المشتري هيحاول يصلحك وعايز يملح حياتك ويعوضك وينعش مشاعرك حب عشان تنغامر فيه هتكون جاهز لاستقبال اشارات الحب وازاي تفتح قلبك وتجليه هتكون مقبل على الحياة المشتري هيغير لك افكارك وفلسفتك وجهة نظرك عن الحب هيديها بعد فلسفي بعد اعمق من اللي انت كنت بتفكر فيه قبل كده يمكن كتير منكم يرزق بطفل هتكون من افضل السنين للابداع واطلاق المشاريع الجديدة هيغير من نفسيتك السفر كمان هيكون ميسر وهيكون ممكن جدا كمان ده بيت الخلق يعني مش بس الابداع لو انت بتشتغل في الفنون يعني كمان فكرة انه يبقى فيه طفل للناس اللي مستنين او عايزين او متأخرين في المسألة دي ان شاء الله يكون فيه توفيق زحل في بيتك السابع زحل في منزل الزواج او الشراكة من سنة ونص وده معناه انه بيعلمك درس مهم جدا في الشراكة هو ان انت ما ينفعش تاخد قرار لوحدك وازاي تكون متعاون وتتحمل الطرف التاني يمكن تكون بتحب الانطلاق ولكن في حالة الشراكة لازم تكون ملزم ومسؤول عن الطرف الاخر حتى لو ده ضد رغبتك يمكن تقابل شخص هينمي عندك فكرة الوعي بالعلاقات او الالتزام لو في مواجهات معاكسة لزحل يمكن يصيبك الضجر او الملل او الاحساس بالتقييد وانك عايز تخلص من الشراكة دي لكن المواقع الايجابية هيعلمك حاجات تانية هيعلمك السبات والاخلاص والامانة في العلاقة والالتزام ويمكن يكون وقت الاختيار زواج تاني مثلا او يبقى فيه حسن لعلاقة قديمة او الانتهاء من علاقة سرية او تفكير في زواج من مطلق او مطلقة كمان ممكن يعني في بعض من الستات في الوقت ده بيفكروا في الزواج من اللي اكبر منهم سنا لانه زوحل برضو بيمثل سلطة الاب او انها تميل لشخص يعني بشكل غير واعي تبقى نفسها في حد بديل للاب زوحل او الراجل يدور على ارمالة زوحل بيربع نبتن في منزلك العاشر الحياة العملية احنا يعني نبتن في حياتك العملية من 2012 ميخلي فيه غمود وامور مش مفهومة بتحصل لك في حياتك العملية يعني الحاجات مش واضحة او مش وقعية او بتيجي تتفق ما يحصلش او لما يحصل تحس كده بالدنيا فيها تشتيت يعني انت محتاج تحط عينك في وسط راسك كويس جدا في حالة العملية لان نبتن خيالي وعاطفي وممكن يكون وعدك بحاجات كتير واحلام واماني وممكن برضو تكون ما حصلش فالدرس اللي لازم تتعلمه انه مش كل حاجة لها بريقة مخدع فيها يمكن يكون البيق ده مزيف وما ينفعش حتى لو عايز احلق ولا اطير ما ينفعش اطير من غير ما يكون عندي اجنحة تستحملني انا تستحمل جسم يطير بيها او ما كان ارجع له للسبات برضو ده في خطورة فعشان كده زحل مش بس هيحاول يدي لك السبات في علاقتك بالشريك لا هو كمان هيأثر على نبتن لانه في مربع معاكس معاه هيقعد يستفزه لانه نبتن عكس زحل تماما نبتن عايز الخيال ومش عايز يوجع دماغه بحاجة وعايز يطير وزحل لا عايز سبات على ارض الواقع وعايز يتعامل مع حاجة كونكريت موجودة اقدر اتعامل معاه فالتنين كل واحد عايز يشد بس زحل المنطقة دي هيكون فيها اتساق كمان على اخر السنة الخناقة اللي بتحصل بينهم دي خلاص زحل ماشي من المكان ده على اخر السنة بس زحل كان ده بالنسبة لي موقع مهم جدا ان انت فيه الالتزام وفيه الشراكة خاصة انه الجوزاء ما بيحبش يلتزم السنة دي هتكون قدرت تفهم وتستوعب مدى قيمة الشراكة بجدية ويمكن لوحدك ما كنتش توصل للنتيجة دي خصوف 11 فبراير في منزلك التالت الوقت ده الامور المتعلقة بالدراسة يمكن يحصل فيها شيء من الفوضى او التشتيت او يكون الكصوف ده طالب الحكمة والمعرفة محتاج تركيز محتاج تجمع حواسك كلها اكتر في كصوف 26 فبراير في بيتك العاشر دي خطوة كبيرة في عايتك العملية هتبتدي في الوقت ده النقلة كبيرة وسريعة واكيد فيها ضغط لكن محتاج تقدم نفسك بشكل كويس لانه البيت العاشر هو شكلك قدام المجتمع هو سمعتك اللي قد تكون مش معاك مبلغ من المالي خليك تعمل مشروع لكن سمعتك ممكن تدخلك انه الناس تضمن بسمعتك دي تعمل حاجة اورانوس في بيتك الحداشر كان بيختبرك من 2011 اورانوس برضو مش سهل بيعمل خضات وبيعمل هزات وصورات ومتمرد ويعني هو طبيعته كده بيعمل تغيير جزري هو في المكان الحداشر يعني اختبرك في اصحابك وفي امنياتك وفي مشاريعك صحيح خلاك مبدع وخلاتك والانسانية من اهم اهدافك لكن كمان كنت بتقابل اصحاب غير عاديين اصحاب مختلفين يعني كل واحد ليه طبيعة مختلفة وتركيبة مختلفة مش الشخص العادي اشخاص انت كنت بتشدلهم وبرضو كان بيصيبك منهم صدمات يقربوا ساعة ويبعدوا ساعة او انت تقرب اكتر وبعدين برضو بسرعة تسيبهم احيانا بيشوفوك غريب لانك عايز تنعزل كنت بتتمرد كتير وبتصوره وتغيير اراءك كانت برضو بتصير تساؤلاتهم كل الهزات الكتيرة والصدمات والتغييرات السريعة المطلحقة المبقتة في علاقاتك ومع معرفك برضو ادى لك مفاجآت حلوة واصحاب قليلين مقربين لكن منكرش ان المكان ده حصل فيه رجراجة كتير من 2011 بلوتو فيه منزلك الثامن من 2008 بلوتو من 2008 برضو عمال يحول بالراحة هو الفرق بين بلوتو انه بيخش بالراحة ويحول بعمق جدا من الجزور من جوه قوي اورانوس بيعمل خضاء واضحة صريحة انت شايف فيه اعصار بيحصل فيه بركان بيحصل فيه ثورة في الشارع بلوتو انت ما بتعرفش تمسكه او بيغير ايه بالزبط بالعكس بتحس انه ما بيعملش حاجة لا بلوتو فيه منزلك الثامن كان مرتبط بحقوق قديمة ليك او عليك درايب او ليك حاجة في نقابة انت تابع ليها او ديون او ورس علاقتك الحميمة بالزوجة افكارك عن الحياة بعد الموت الغايبيات المكان ده من الاماكن الغمضة في حياتنا او من البيوت الغمضة اللي موجودة فيه الاثناشر بيت او الاثناشر برج الاثناشر برج هما الاثناشر بيت برضو عمال يغير ويحول في افكارك ويحفر جواك وفي كل الاماكن دي عشان يبقى فيه عمقه واساسه وقاعدة جواك تبني عليها وتحارب كمان بلوتو بيظهر لنا الاماكن الفساد فيه عشان نحاربك والخراب عشان نصلحه هتحاول في الاصلاح سواء عندك او في اللي حواليك خصوف 7 اغسطس في منزلك التاسع يمكن يكون فيه سفر طويل بس في فترة قسيرة تروح وترجع على طول او فيه رجوع لدراسة او انتهاء من اعباء دراسية امر متعلق بدراسة او امر متعلق بكتابة فيه يعني دور نشر صحافة كتاب مؤتمر كده دراسة كصوف 21 اغسطس فيه بيتك الثالث ده بيشتغل على زيادة مهاراتك العقلية والزهنية والفكرية هتكون مهاراتك فيه التعبير عن نفسك افضل الكتابة الدراسة التعلم هيزيد عندك البحث العلم المعرفة كمان السفريات القسيرة ده وقت مناسب لها جدا في التواصل سواء التكنولوجي او مع الناس مباشرة السنة دي يوم عن يوم هتحس انك عمال تقرب للراحة وهتتخلص من حاجات كتيرة جدا ضغط عليك وهتكون اخف واشرح خاصة كمان انه حاجتين هيتغيروا في اخر السنة اورانوس طالع من بيت الاصحاب وبيت الاماني وطالع لمكان تاني خالص وزحل كمان طالع من بيت الشراكة ففي مكانين هيبقوا براحة هيروحوا اماكن تانية مش هيكونوا معاكسين بس هيعلموك حاجات تانية بس انت هتكون خلاص اتعلمت هو المربع المعاكس ده مش هيبقى موجود كمان فينوس موجود عندك في البيت ال 11 فينوس هيعوضك بقى باصحاب تانية ويحصل انسجام بينك وبين الاصحاب وتحصل علاقات تدر عليك مال عن طريق مجموعات او عن طريق تجمعات اصدقاء او تعملوا مشروعات مشتركة واهم حاجة المشتري في الخامس يعني الحب هيكون موجود السنة دي عندك ان شاء الله كل سنة